الملخص اجعل من يراك يدعو لمن ربك لا توقف اذا انت ماشي وعرفان وين رايح ما توقف ما توقف تهشك الكلب رح ينبح على الطريق جبيلة في موضة مش كتير جديدة بس زايدة شوي حبتين هاليومين اسمها الهيترز او الكارهون او التنمر الالكتروني او الذباب الرقمي للأسف تخفي ورشاشات بأسماء مستعارة للمبتدئين وحتى بالأسماء الحقيقية للي بايحين الدنيا تحت مسمى انا حقيقي وجاي ابغخ سمى اصدقى اخلص البشرية من المحتوى اللي مش عجبني اليوم فبقوم بيسب حواجب مقدم المحتوى او طريقة كلامها او خلط ربنا وهكذا هالنمل عن جد بيسببوا كتير مشاكل كبيرة للي ناويين يفوتوا على عالم انتاج المحتوى الرقمي مع انه التصرف معهم او هيكي التعاون معهم جدا جدا سهل الله يرحم ويجه للخير للي اخترع البلوك وكمان شكرا للفريق اللي عمل البلوك الخماسي بفيسبوك وانستجرام اللي بيعملوا بلوك للحساب المهاجم وكل الحسابات التانية اللي على نفس التلفون يعني المرة الجاي اللي بدها الطن الدبانة بدها تلفون جديد وحساب جديد تراء حلو مضوص بلوككم خمس اسمو بس لسه تنضيف الكومنتات والتعليقات على المنصات شوي حبتين ممل وبعد فترة يا بتبطل انت وتمل يا الذكاء الاصطناعي بيصير يفهم بالردح تبعنا قد ما انها مشكلة وعي وثقافة ومخزون شو حاطت براسك براس اللي قدامك يعني انا لما اكون شخصيا لما اكون بفعالياته وعم قدم وماسك مايكروفون وهيكي ماشي بين البشر وعم بيحكي مع الناس يعني مرحبا بصادف كتير حالات جميلة من هالنوع من زمان زمان كتير حتى قبل ايام السوشال ميديا وقبل ايام التواصل الاجتماعي مايك بيوش اي حدا هتشوف شوفي بمخ هذا الكائن على السريع لانه والله في ناس بتطلع صوات غريبة اول ما يصير عندها فرصة انه صوتها يعلى وما في عالم ان صوت المايك بتكون بالحفلة هلا للامانة في ناس سكرة ومرباية ومرباها جميل كانوا موجودين لما باما وبابا كانوا يربوا وتعلموا شغلات حلوة بتعطي المايك بيطلع الدرر بيسلم بينشر الخير هدول انتو القبيلة حبيباتي في ناس تانيين لما بتعطيهم المايك اول ما بتعطيهم المايك بيطلع فيك هيك ولله ولله اجي اقسم بالله جد مش مزح تذكروا لما قلت لكم بالزمنات انه القصة كلها مينست طريق التفكير بعدني عند كلامي بس تقتنع من كلها القصة اللي انحكت انه الهيترز او المتنمرين الالكترونيين مشكلتهم عقلية شخصية ذاتية ما الى علاقة لا فيك ولا بمحتواك وبس تتمكن من البلوك بتلاقي حديقتك الرقمية مليانة بتعليقات بترد الروح والناس بتحسسك انه الدنيا لسه بخير هلا ضلك مضي في صندوق التعليقات من كل شي ما بدك يا حرية التعبير على قنوات العالم الخاصة روح بدك تعبر بسم الهاري تبعك عبر افتع قناة خاصة فيك بس مش عقناتي مش عقناتك مش عقنات القبيلة مش عقنات اي حدا حابب يفتع قناة يفيد منها البشر هذا اسمه انا بسميه بيتك الالكتروني بيمشي بقوانين انت بتحطها لضيوف محتواك الضيف يفوت على كيف امه عبيتك ويعمل اللي بده يا بعدين ما تنسى انه كم حدا بيتفرج او بيسمع المحتوى وبينضغرع صندوق التعليقات تيشوف شو قالي الناس تيحس مثلهم ايوه حسس الناس بالسعادة وشيلها النمل لانه النمل بيجيب نمل وما تترك دبقنا خلاص تمام قمنا اليوم سلام